انا عندي مشكلة ما عارش تعتبر مشكلة لكن بعض الاحيان كما عارف شمسك نفسي في حاجة مستفزة كما عارف شمسك نفسي بصراحة حاجة دلوقتي لسه شايفها حد بعتلي فيديو الواحد كان بيلعب في احدى الفرق في السابق اعتقد كان بيلعب في نادي المريخ البرسعيدي السابق يعني وكان بيستضيف واحد من لعبي نادي الزمالك السابقين الكصة كلها في ايه الكصة كلها في ايه ان دلوقتي ما فيش مطشاط فما فيش مطشاط فالناس كلها ايه بتدار على اخبار فاللي بيدار على اخبار ممكن يدار على اخبار تكون حقيقية يناقشها ما فيش اي مشكلة خلص وفي البعض يبقى عنده نية واضحة جدا ومبيتة لإيه للبحث عن اخبار تكون في صورة ازمات وتصدرها للجمهور اللي البعض منه بيصدق الأخبار اللي زي دي البعض منه بيصدق الأخبار اللي زي دي فييجي يقول لك ايه بقى اللي انا شفته يعني اللي بقتي ييجي يقول لك بس للأهلي أبرم ثلاث صفقات المفروض الثلاث صفقات يكونوا في الملعب ما انت بفروض زي كنادي أهلي بقى جايب ثلاث صفقات فانت مختار الزبد ومفروض ان انت جايبه عشا يلعبه في الحداشر ففيه صفقة لحد دلوقتي ما لعبتش بص انت خلي بالك بص بيجيبلك الكصة منين انت واخب بالك من الكلام ركز معاي ففيه صفقة لحد دلوقتي ما لعبتش والصفقة دي عايز يمشي من الاهلي ويرجع نادي اللي هو مصطفى سعد وانتكلمت في الموضوع ده وشرحت الحركة من كل حاجة مبرح والكلام ده طبعا غير حي بالمار فبالتالي ده فشل في النادي الاهلي ودي أزمة وعشوائية في الاختيار ها والنادي الاهلي بيدار بالرجل الواحد اللي هو بيكون صاحب القرار والوحيد سياسة الرجل الواحد تمام ده بيتكلم عن النادي الاهلي اللي التلت صفقات اللي اكتفى بيه من النادي الاهلي بس في فترات الانتقالات الصيفية أو فترات الانتقالات الصيفية الأخيرة منهم اتنين اتنين أساسيين في الملعب بيلعبوا في الحداشر منهم واحد اللي جاب جون في السوبر وساهم في فوز الاهلي اللي هو الموقوف برونو سابيو واللعب التالت اللي ما بيشاركش ما بيشاركش عشان ايه؟ خلي بالك ركز ما بيشاركش عشان موجود في المنتخب الأوليمبي فمعسكرات كتير مع المنتخب الأوليمبي ملحقش يتمرن مع كولر فهو أكلمك على الأهلي وإن فيها عشوائية وبيدار بسياسة الرجل الواحد وقرار الرجل الواحد والكلام الواحد يعني بيمسك نفسه فيه شوية ييجي بقى يبص على الأندية التانية هو مش شايفها يعني لازم يدعك عينه جامد جداً عشان يشوفها هو مش شايف الأندية التانية اللي جايبين عدد كبير جداً من الصفقات وفيه منهم كتير ما بيلعبش بل كمان الأكتر من كده اللي لعب ساهم في هزايم مؤثرة للفرق التانية فين دول اللي أنا ماكش دعو بيهم احنا عما حنقل قيمتنا ليه بقى ونتشتم بالليل وكلام من دا لا عملناش لا ما نجيبش السيرة دي لكن الناس في النادي الأهلي الناس محترم مش هيطلعوا يردوا علينا الناس عندهم مبادئ وقيم وأخلاق فاحنا مهما نقول هما ماشيين في طريقهم مش هيردوا علينا بس احنا بقى حنكشفكم احنا حنكشفكم لما كل يوم يطلع قصة على ان فيه قزمة هنا وقزمة هنا وفيه قزمة فاندية تانية كتير ما حدش بتكلم عنها فانت مركز مع الأهلي ركز يا سيدي مع الأهلي بس اللي انت عامله دا والله ما حياصل انت بقى لك سنين بتحارب وفي الاخر مش هتوصل لنتيجة انت مش هتوصل لنتيجة لعلى المستوى الشخصي ولا عشان المصالح التانية والأهداف التانية اللي احنا عارفنا كويس قوي فهو يا جماعة فيه برنامج اتنين كده من الاخر يعني انتوا عارفينهم كويس هم معمولين معمولين عشان توجهوا بعينه عشان توجهوا بعينه فدي جزئية من الجزئيات اللي لازم اعلق عليها بصراحة مالكوش دعوا بالكلام دا وسبكم من اي واحد عامل نفسه يعني فازلوك وجامد قوي وبيقول اي كلام في اي كلام اصلا وهو عارف امته كويس جدا امته الحقيقية وما تركزوش مع حاجة من خلالها البعض بيحاول يصدر ازمة قدام جمهوري النادي الاهلي غير حقيقية وغير وقعية بالمقر